مشاهدينا للتعليق على قضية الاستمرار المظاهرات الآن معنا عبر الهاتف أمين وسر مجلس الشيخة شائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبول أهلا بك شيخ يحيى في البداية يستمر المتظاهرون في حراكهم السلمين كيف ترى هذه الاستمرارية رغم عمليات القمع الحكومية المستمرة أخي الكريم الشعب العراقي قال كلمته عبر هؤلاء الثوار عبر هؤلاء الملايين التي نزلوا في بغداد وفي أحد عشر محافظة أخرى لأن لا يمكن الاستمرار بهذا النظام الفاشي والنازي والمافيوي الذي دمر البلاد وأحالها إلى مشروع فساد كبير تستثمره إيران والقوى الطامعة في العراق ولا هم لهؤلاء الفاسدين سوى جنوبهم وأحجابهم وأركالهم التي تسير من أجل أن يكمل النقصة التي في أنفسهم لأنهم لم يقوموا ببناء هذا البلد لم يضحوا من أجل أبنائه لا من أجل مستقبل أطفاله لذلك قال الشعب كلمته أن لا مجال بهؤلاء ويجب أن يرحلوا ويجب أن ترحل هذه الطغمة الفاسدة بشكل كامل لذلك ليس أمام هذه الطغمة إلا استخداما من إشياتها وأدواتها والاستعامة بالحرش الثوري الإيراني بضرب هؤلاء الثوار والسلمين الذين لا يحملونها سوى الأعلى الشيخ يحيا اليوم في خطبة الجمعة عبد المهدي ممثل المرجعية يقول عبد المهدي الكربلائي يقول أو يعني اليوم حاول تدوير العملية السياسية كيف ترى موقف المرجعية الآن في هذه الخطبة بالتحديد الذي يحذر هذه الأحزاب من ذهاب الحكم إلى الآخرين الذين لم يسميهم وكذلك دعوته للحكومة بالإسراع بحل قضية ملف قانون الانتخابات وكذلك هيئة الانتخابات وغيرها يعني ألا تعد هذه محاولات للالتفاف على هذه الثورة وتميع قضيتها الأساسية وهي إسقاط النظام كنا نتمنى على خطيب المرجعية أن يطالب بحل مجلس النواب وبإحالتهم إلى المحاكم وبحل هذه الحكومة وتسليم مقدرات البلد إلى مجموعة من المستقلين الذين يمتلكون النزاهة والكفاءة لمرحلة معينة ولكن عندما يخزن هذه الثورة باتجاه قانونين فإنه يعطي جرعة للحكومة بالاستمرار بفسادها في وقت لتماطل أمام الثوار لكسب بعض الوقت أو المراهنة على طول الوقت لربما ينسح بالثوار من أيادين الاعتصام ومن أيادين التظاهر كان على المرجعية أن تقف إلى جانب الشعب بكل ما أطلقوه من طلبات شرعية تريد حماية العراق وتريد استيادة للعراق وتريد أن يكون القرار عراقيا في السياسة والاقتصاد وفي كل النواحي الأخرى ولكن مع الأسف لأنه اليوم يريد أن يعطي نفسا آخر من حكومة للاستمرار في عملية الفساد وتشجيع القوانين التي تطيل من عمرها لاستمرار هذا المشروع البائس الذي أتى على الأخضر وليه بس منذ 16 عام شيخ يحيى الآن هذا خبر العاجل ورد أيضا قبل لحظات اللجنة المنظمة لثورة تشرين تقول أن ثوار تشرين يؤكدون أن هذا الاختزال لم يطالب به أحد من المتظاهرين أو لم يطالب به المتظاهرون ومطالبهم واضحة وهي إسقاط النظام بكل أركانه هذا العاجل من اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين هو للرد على ما ورد في خطبة ممثل المرجعية يعني الآن هذا كلام واضح من المتظاهرين أنهم يرفضون هذا الاختزال لمطالبهم ببضع نقاط متعلقة إن كانت بقضية ملف الانتخابات أو مفوضية الانتخابات أو قانون الانتخابات الشعب الآن خرج لإسقاط هذا النظام لماذا تصر المرجعية على بقائه بهذه الطريقة هذا نوع من أنواع الإصرار كما يمكن أن يفهم هذه الخطبة لم تجرم الحكومة على قمع المظاهرات لم تجرم القيادات الأمنية بل طالبت بتعديل قانون الانتخابات وكان المشكلة في العراق مختصرة أو مختصرة فقط بقضية الانتخابات أخي الكريم المتظاهرين لم يطالبوا بقوانين فرعية أو قضايا جزئية وإنما أصيبوا بالإحباط طوال 16 عاما من طغم فاسدة لا تعمل سوى لنفسها لذلك لا يمكن إعطاؤها أي مجال آخر بعد هذه الدماء الطاهرة دماء الأبرياء التي سالت ساحات الاعتصام والتظاهر لذلك لا بد لهذه الطغمة إلا أن تغادر مواقعها وتخضع أيضا للمحاكمة فيما سرقت وقتلت لذلك كان يجب على المرجعية أن تطالب هؤلاء بحالة المجربين إلى المحاكم بحالة الفاسدين بدل أن تعطي صورة للشعب العراقي والرأي العام العالمي بأنها هي الغطاء لهؤلاء الفاسدين في الاستمرار في فسادهم وإجرامهم بحق الشعب العراقي وبحق العراق بكثير عام ذكرت قبل قليل شيخ يحيى أن العراقيون أصيبوا بالإحباط ألا يعد ما تخرج به مرجعية النجف في خطب الجمعة من خطب وكلمات ترسل إلى الرأي العام الداخلي والخارجي هو كذلك يسبب إحباط لهؤلاء المتظاهرين الذين كانوا يتمنون في لحظات ما أن تخرج هذه المرجعية بفتوى ربما كالفتوى التي خرجت بها من أجل تشكيل الحشد وهي إسقاط هذه العملية السياسية لكن لم يتحقق هذا الشيء ألا تعد هذه الخطب هي إحباط متتالي للمتظاهرين وما الاستفادة من عدم وقوف المرجعية مع المتظاهرين ومع مطلبهم الأساسي بإسقاط النظام هذا يؤكد بأن هؤلاء الفاسدين هم يحتمون بالمرجعية ولذلك المرجعية التي تعطيهم الفرصة تلو الأخرى للاستمرار بفسادهم سوف يجعلها لاحقاً هي المتهمة أيضاً بمشروع الفساد الكبير الذي يخوه في العراق واتخططه المتظاهرون والثوار والشعب العراقي بشكل عام نعم هو في حالة تحباط من هؤلاء الذين لن يستطيعوا تغيير جزئية واحدة بسيطة في حياة العراقيين منذ ستة عشر عاماً وكانوا يتمنون على المرجعية أن تقف موقفاً مشرفة تصون دماءهم وحقوقهم وتعيد للعراق اسمه ودوره في المنطقة من خلال قيادة سياسية حقيقية وليس من خلال العصابات فاسدة مافيوية تسعى من أجل أحزابها ومينشياتها وجعلت من العراق قراباً لذلك فالمتظاهرين ما شعروا بهذا الإسقاط تجاه هذه لكن هذا يعتبر إسقاط لكل أعمدة الفساد التي تحاول أن تدور هذه الوجوه الفاسدة والعميلة لإيران لاستمرارها في مسلسل الحكم لاستنزاف ثروات العراق واستنزاف أبناء شعبه لذلك الثوار هم أكثر تصميماً ووعياً لما يجري سواء من خلال قطب المرجعية أو غيرها الآن هذا الخبر العاجل أيضاً شيخيحي إذا تسمح لي نقرأه الآن اللجنة المنظمة كذلك لمظاهرات ثورة تشرين تقول المرجعية بخطابها تتستر على الفاسدين وتحاول حمايتهم من غضب الشارع الذي ذاق الويلات والمآسي بسبب حكمهم وفسادهم وتبعيتهم لإيران هذا كلام خطير جداً من اللجنة المنظمة هل تعتقد أن هناك مرحلة أو نقطة معينة من القناعة وصلت إلى الشارع أن حتى المرجعية لم تعد في صف الشعب وهذا الكلام هو إثبات لوقوفها بصف الأحزاب الحاكمة والسلطة؟ أنا أقول يجب على المرجعية أن تأخذ هذا البيان بوعي كامل وبعيون محتوحة وأصبح العراق اليوم خندقين خندق الشعب الذي يناضل من أجل العراق وسيادته وخندق الفاسدين من نواب ونهاب ووزراء فالمرجعية عليها أن تعيد حساباتها أما أن تكون في خندق الشعب وأما أن تكون في خندق المشروع الفساد الكبير التي تمثله هذه الصغمة الفاسدة والمسجاوية التي تتحكم بمقدراته برأيك أين تقف المرجعية الآن شيخ يحية؟ إلى حد هذا الآن المتظاهرين قد أصيبوا بالإحباط منها ولكن أنا أدعوها من خلال هذه القناة بأن تقف الموقف الحقيقي إذا أرادت فأما أن تعلن بلسان صريح أما أن تكون إلى جانب الفاسدين وأما أن تكون إلى جانب الشعب ليكون ذلك واضحاً أما هذا الانتقاف على تقلعات شعبنا وعلى مطالبهم من خلال الدعوة إلى هذا القانون وإنشاء ذاك المشروع فهذا لا يعطي المرجعية من مسؤولياتها تجاه الشعب العراق وتجاه ما يجري في ساحات التظاهر والاعتصاد من قتل للأبرياء ومن تبديد للأموال ومن استمرار للفاسدين قارب المقدرات العراق في سؤال الأخير لك شيخ يحية عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية حذر الأحزاب من زوار الحكم من بين أيديهم حتى لا يقول إلى آخرين من هم الآخرون الآن ونحن نسمع من في السلطة الحاكم الآن يتهم المتظاهرين الذين تبلغ أعمارهم وفق الحكومة من خمسة عشر عاماً إلى خمسة وعشرين أنهم بعثية من من يحذر عبد المهدي الكربلائي في كلمته من أن يؤول الحكم إلى آخرين ما هذه التحذيرات وما هذه التهديدات هذه التحذيرات تدل إلى أن الطرف الآخر هو الشعب العراق في كل فئاته الذي يريد الخلاصة من هؤلاء الفاسدين فالتحذير لهم عليكم مداهنة أو الالتفاف على الأمور في سبيل أن لا تفقدوا هذه السلطة وهذا السساد وأصبح الآن هو متهم عبد المهدي الكربلائي إلى جانب هؤلاء ويجب أيضاً أن يحاسب على من تلك من أموال من العراقيين وبأي طريقة قد أخذت لذلك هو يشعر بأن هذه الثورة سوف تحاسب كل اللصوص والسراط والباسدين وكل بنات وكل القتل الذين قتلوا الأبرياء لذلك هو على ما أعتقد بدأ يشعر بالخلص من هذه الثورة التي يمثلها هؤلاء الشفاء الذين لا يمكن أن يمثل بهم أي تخمى لا من البعثيين ولا من الدواعش وإنهم أبناء العراق الحقيقيين الذين يريدون الخلاص من هؤلاء المترمين والفاسدين بشكلها وضحت الفكرة شيخ يحيى السنبو الأمين سر مجلس شيخ أشائر الثورة العراقية كنت معنا عبر الهتف شكرا لك